اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله في برنامج فتاة والأطفال حلقة اليوم عن أدب القرآن الكريم القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى وهو كلامه سبحانه وتعالى وهو منه سبحانه أنزله على جبريل وبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فعندما نقرأ كتاب الله عز وجل كأن الله عز وجل يخاطبنا ويكلمنا ويقول لنا هذا أمر يجب أن تفعلوه وهذا نهي يجب عليكم أن تنتهوا عنه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب فالقرآن من حقوقه علينا أن نتدبره وتدبر القرآن هو التفكر به والعمل به إذا علمنا ما فيه من الأوامر وما فيه من الأحكام القرآن يجب أن نقرأه على أنه توجهات حية تتنزل اليوم وتعالج مشاكل اليوم هكذا بناتي وعيالي ننظر القرآن هذه النظرة وعندما نقرأ القرآن قراءة عبدية لتعبد الله عز وجل بها فإن الحرف الواحد فيه عشر حسنات فإذا قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم هذا كم حرف؟ 17 حرف يعني 170 درجة على بس فقط بسم الله الرحمن الرحيم لذلك يجب أن نقرأ القرآن بتدبر وتفكر وأن نعمل به لا يقرأ إنسان فينا القرآن على أنه بس قراءة نعم هو قراءة فيه بركة فيه أجر وفيه كذلك شفاء وفيه كذلك قوة إيمان ولكن لا بد أن نقرأه على أننا نعمل به هذا أهم شيء في القرآن لأن الله عز وجل يريد منه أن نطبق القرآن في حياتنا ولذلك أنزله على عباده القرآن يجب أن ننظر له النظرة الكلية ننظر للقرآن نظرة كلية يعني القرآن يشمل كل شيء يشمل جانب الحياة من ناحية فهم هذه الحياة على حقيقتها بأن لها رب أن الله خلق هذه الأرض وأن الله عز وجل هو الذي أوجد الإنسان وأن الله سبحانه وتعالى وفق جميع خلقه إلى هدايته ونحن من خلقه كبشر ولذلك أتعبد الله عز وجل بهذا الكتاب العظيم الكريم الذي هو منهج كل مسلم الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أن نبحث عن منهج القرآن هو منهج له تجدون فيه كل الحلول يعيالي ومنات كل الحلول في القرآن الكريم أياً كانت هذه حلول اجتماعية ولا اقتصادية ولا جوالب عقدية إيمانية ولا جوالب تربوية وهكذا لذلك ما نقرأ القرآن نقرأ القرآن على أنه موجه لك أنت مباشرة يا ولدي ويا بنتي يعني لما تقولين أو تقول يا أيها الذين آمنوا هذه الآية موجهة لك أنت مباشرة ولك أنت مباشرة مثلاً الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم هذا الكلام أول واحد مخاطب به من يقرأه اللي يقرأ هذه الآية كأنه هو المخاطب فإذا كان الإنسان يستشعر هذا الشعور لا شك أنه سيطبق القرآن ليس معقول الإنسان يقول الله عز وجل يقول أنه لا يسخر قوم من قوم ونحن نسخر أو يقول عز وجل وقضى ربك لا تعبد لياه ونحن نعق والدين هذا ما ينبغي هذا أهم شيء يجب أن نلتزم به عندما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى هناك آداب سأذكرها بشكل مختصر أول هذه الآداب الإخلاص لله عندما نقرأ القرآن هذا أول شيء وهو أهم شيء طبعاً لا نقرأ القرآن عشان فيه هدية وفيه فلوس وفيه شهادة وفيه ذكر أسماء ويعني شهر إعلامية أو شهر لا اقرأ القرآن لأن القرآن يجب أن يكون لله ويكون رغبة فيه سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يعطينا الأجر وأن الله يحفظنا بالقرآن وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يدخلون للجنة هكذا نفكر إن جاءت الهدية جاءت إن عطونا فلوس عطونا لكن الأصل أن نخلص لله سبحانه وتعالى في قراءتنا للقرآن من الأمور المهمة أيضاً أن ننتبه لها أن القرآن يجب أن تكون له هيبة وله عظمة في نفوسنا وفي التعامل مع القرآن القرآن يجب أن يقرأ ما يهجر كل يوم نقرأ صفحة صفحتين ثلاث حسب ما نقدر حسب ما نستطيع الأمر الثاني القرآن لا يوضع على الأرض القرآن لا نمدرنا أمام القرآن لذلك يجب أن نعطي لهذا القرآن هيبة هذا الكتاب العظيم لا نقرأ القرآن ونحن على غير طهارة نتوضح ونقرأ القرآن كذلك على الإنسان إذا قرأ القرآن أن يكون في مكان هادئ مكان ليس فيه إزعاج ولا يعني فيه مكان نص الناس تمر وتروح يجي مثلا واحد يقرأ القرآن هو مثلا فيه في مكان عام مثل السوق ولا في مكان فيه مثلا مباراة وكذا لا القرآن له هبته يجلس في مكان ما فيه صوت ما فيه ناس ممكن يعني إنسان ينشغل برؤيتهم غير ذلك هذه مهمة جدا كذلك علينا أن نختار المكان كما ذكرت وأيضا الزمان بعض الأحيان يكون الأوقات لها دور في التركيز نقرأ القرآن مثلا بعد الفجر حسب الواحد وراحت يعني بعد الفجر أو بعد العصر أو مثلا قبل أن ينام المهم تختار الوقت يناسبك يا ولدي يا بنتي تقوم القرآن بس ما تهجرون القرآن الآن صحيح القرآن موجود حتى في التلفونات موجود صحيح لكن على يعني على العموم اقرأ القرآن وإن كان المصحف أحسن المصحف أحسن وتمسكين المصحف أو تمسك المصحف تقرى القرآن وتجعلون هذا الأمر يوميا يعني جزء مهم فيه كل يوم هذا لا شك أنه من تقدير وتعظيم كتاب الله عز وجل بالعكس إذا قرأ الإنسان فيه من القرآن يجد الراحة قربه مضمئن وتجد سبحان الله حتى من ناحية الدنيا إذا أردنا استغفر الله ربي يقوي لسانه إذا أردت أن تقوي لسانك باللغة العربية أكثر من قراءة القرآن أكثر من قراءة القرآن وإذا أردت أن تكون بعيد أيضاً تسمع نفسك رفع صوتك بل لا تزعج لآخرين إذا كان هناك ناس حواليك خليك المكان بعيد شوية ورفع صوتك قراءة القرآن في رفع الصوت تعطيك انتباه أكثر وكذلك القرآن يحتاج إلى أن الإنسان عندما يقرأ كتاب الله يستقبل قبله هذا أفضل شيء وإذا كان ما يستقبل قبله جائز لكن الأفضل يستقبل قبله يعني يكون بأحسن حالاته كذلك يقرأ القرآن هو جالس على كرسي على أرض كيفه وإن كان جائز أن يقرأ القرآن هو يمشي وهو يعني نايم يجوز كل هذا جائز لكن الأفضل لا أنت جالس مرتاح تقرأ القرآن إذا بدأت بالقرآن ابدأ بالتعوذ قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حال أن الشيطان له تأثير شيطان له تأثير حتى تكون قراتك فيها يعني كما يقولون فيها صفاء وفيها يعني عدم يعني تدخلات من أعداء الله عز وجل فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشكر أن الشيطان من أشد الأعداء طيب نقف عند هذا الحد ونعود إن شاء الله إليكم بعد الفاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم قل الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفو أحد صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حدنا إليكم بعد الفاصل أيضا من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن القرآن بحاجة إلى تدبر من خلال التكرار إذا مرت عليك الآية يا ولدي أو يا بنتي وشفت الآية أو شفت الآية أثرت في قلبك كررها كررها لا تمشي لا تقول يلا خلص لا لا تخلص أصبر شفتها أثرت فيك وقمت قلبك شوية يعني فعلا تحس بالألم وتحس أن أودك تبكي وكذا لا لا تمشي أصلا القرآن أنزل لهذا الشي أنزل لهذا الشي كرر الآية مرتين وثلاثة واربعين الأمر الآخر أيضا إذا قرأت القرآن وشفت نفسك أنك نعسان تبتنام بس لا لا تكمل لا تكمل يمكن تقول قرآن غلط بدلا تقول عذاب شديد تقول غفور رحيم غلط وقف ريح ونام بعدين لقى القرآن لا تتقل القرآن وانت تحس بالتعب والإرهاق هذا أمور مهمة يجب أن ندركها طيب بعد الأحيان تمرعين آيات تسمى سجود التلاوة سجود التلاوة وهي معروفة في القرآن موجودة في كتاب الله وفيها عليها إشارة إذا قرأت القرآن يقصي سجدة إذا كنت تسمع القرآن أو تقرأ القرآن ومرت عليك السجدة أسجد أسجد كبر وأسجد هذا هو الأدب مع كتاب الله عز وجل طبعاً لو ما سجد ما فيها شيء هي سنة ليست واجب فإذا مرت عليك الآية فيها سجدة أسجد وجاء فيها أيضاً إما أن تقول مثلاً سبحانه ربي العلا سبحانه ربي العلا سبحانه ربي العلا وفي أيضاً دعاء آخر يعني ذكرها العلم ذكره اللهم صلى على محمد ذكره في الحديث قال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته هذا الحديث وكما قال عسو السلام يقول هذا الدعاء طبعاً سجد التلاوة سجد التلاوة تسجد إذا كنت أنت تستمع للقرآن أما إذا صاد فنت ماشي مثلاً وفي سجدة هذا ملازم أصلاً المقصود به المستمع للقرآن أو الذي يقرأ طبعاً القرآن هذه من الأداب المهمة في قضية كتاب الله عز وجل عندنا سؤال الآن على كما تشهدون على الشاشة طيب الجواب إذا كان فيه أناس يصلون أو يدعون الله سبحانه وتعالى أو يقرأون القرآن أو يذكرون الله سبحانه وتعالى لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك لأن رفع الصوت سيشوش على آخرين أكيد سيشوش على آخرين القرآن لا نجعل القرآن سبب فيه إن الإنسان يتكب ربما يعني شيء يخل في أخلاقه وفي إيمانه فلا ترفع صوتك اقرأ بصوت تسمع نفسك بس كافي أقرأ صوت بصوت تسمع نفسك طبعا الأفضل الأفضل بعض الناس يقول ليش ما أقرأ في قلبي هذا يجوز لكن مو أفضل ضبا الأفضل تسمع نفسك صوت بسيط هذا يكفي طيب هذا هو الجواب على هذا السؤال طيب الآن عندنا أيضا سؤال آخر نراه الآن على الشاشة من أخوكم عبد الله يقول يقول كيف أستطيع أن أحسن قراءتي في التجويد طبعا الجواب هو كالتالي التجويد بحاجة إلى شيخ شيخ ينقنك القرآن الكريم إذا قرأت القرآن بدون شيخ ستقرأ قلط ستقرأ قلط لازم تقرأ القرآن على يد شيخ أعطيكم مثال الآن ما الفرق ما الفرق بين ألف لام ميم تمام وبين نفس ترى الحروف ألم نشرح لك شدرك ما الفرق بينهم ترى نفس الألفاظ ألف لام ميم وألف لام ميم هذه فيها ألف لام ميم والثانية ألم نشرح لك صدرك ما الفرق بينهم الفرق بالتلقين لازم تأخذ القرآن تلقينا يعني شيخ يعلمك ولما رح تعرف التجويد التجويد له قواعد وله أصول وإذا قرأت القرآن بهذه القواعد وأصول تكون قراءتك صحيحة أو شيء يسمونه عند العلماء التجويد مخارج الحروف كل حرف له مخرج سبحان الله كل حرف له مخرج إذا ما عرفت المخارج ما رح تتعرف تكلى القرآن صح تحط الحابل في النابل بعض الحروف تكون قريبة من بعض قريبة من بعض بعض الحروف تكون ثقيلة بعض الحروف تكون لها كما يقولون واضحة في لفظها فيجب أن تقرأ القرآن على حسب الأصول التي تعلمها الإنسان من خلال التجويد عن طريق شيخ لازم شيخ طبعا البنت معه محفظة وهكذا هذا اللي يريد أن يحفظ القرآن أو يريد أن يحسن صوته وطبعا ترى القرآن بحاجة لتحسين الصوت هذا مضلوب هذا مضلوب كما كان صوتك جميل أحسن يعني احفظ القرآن وحسن صوتك وما فيها صعوبة يعني تحسين الصوت بالتدريب بالتدريب بالميران مرة مرتين ثلاث مرات ترى قراءة القرآن قراءة صحيحة لكن قبل هذا كله يجب أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة تقرأ قرآن قراءة صحيحة يعني يعني ما تحط الكسرة بدل الضمة وضمة بدل الفتحة وشيء مشدد شدد فيها ما يصير وكما قلت لكم أنا في حلقات التي سبقت في تعليم الصلاة لا بد أن ننتبه الألفاظ يجب أن تقال كما جاء بها كتاب الله عز وجل وهذه الألفاظ ترى توقيفية يعني من الله سبحانه وتعالى تقرأ بهذه الطريقة وهنا عندنا في القرآن عندنا يعني عشر قراءات عندنا عشر قراءات فنتعلم على الأقل لو قراءة وحدها أغلب الناس الآن خاصة في دول الخليج ودول عربية قرأون على قراءة حفص فنقرأ على هذه القراءة ولو قرأ إنسان على قراءة ورش وغيرها يجوز لكن عموما ينقرأ القراءة التي نتعلمها من الشيخ هذه مهمة جدا في غضية كيف إنسان يعني يتعلم التجويد طيب في عندنا سؤال الآن على الشاشة كما ترون من أخذكم عائشة تقول هل يجوز أقرأ القرآن أو أضع القرآن وأنا نايمة يعني أسمع القرآن وأنا نايمة طبعا الجواب لا لا القرآن لا أنزل بالطريقة هذه أنزل للانتفاع وللفائدة وللتفكر والتأمل لذلك الإنسان يقرأ القرآن وهو طبعا يكون يقضان ويسمع القرآن ويقضع القرآن هذا يذكني بشيء آخر بعض الناس يضع القرآن مثلا قرآن كامل يعني يضعي في السيارة ليش تحطي في السيارة يا أخوي قال الله عشان الله يحفظني ألا يحفظك بالطريقة هذه القرآن يحفظك القرآن إذا أنت طبقته وتحطه في السيارة قرآن كامل بعضهم تحط القرآن في السيارة يمكن هو ما يسلي بعضهم يضع مثلا آية الكرسي مثلا في البيت بالصالة آية الكرسي كاملة حطها بالصالة وخليها طيب أنت لأشحة قال عشان الله يحفظنا هذه ليس طريقة في حفظ القرآن خاصة الصالة وغيرها بعض الأماكن التي فيها ساعات عيالنا وحفظهم كذا يلعبون مثلا يلعبون كذا ويحشون الآية هذه هذا مجوز القرآن لم ينزل لها الطريقة هذه إما أن تطبق القرآن وإما أن يكون القرآن تقرأه أو تسمعه هكذا إذا أردت أن تنام اقرأ آخر آيتين من صورة البقرة وإقرأ مثلا آية الكرسي هذه تحفظك لا يقربك لا شيطان لا إنس ولا جن سبحان الله وتنام وتمرتاح اقرأ آية الكرسي اقرأ المعوذات وارتاح وإذا أكثر الناس اللي ساعدتهم مثلا بعض الهموم والغموم يعني الاكتئاب وكذا والأرق ما ينام ليش ينام على إيش ينام على فيديو على فيلم على مدري يقول الله أنا تعبان نفسيا تعبان نفسيا توضع صراكتين وقل آية الكرسي ومعوذات وإن شاء الله ما قل عافية طيب نتوقف الآن ونعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط للمستقيم صراط الذين نعمت عليهم خير المغضوب عليهم وللظالين آمين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآن عندنا السؤال كما تشاهدون هل يجوز أقرأ قرآن وأنا آكل وأشرب هل يجوز أن أقرأ قرآن وأنا آكل وأشرب طبعا لا يجوز هذا لا يجوز الإنسان يجعل القرآن بهذه الصورة القرآن له هيبة له يعني تقدير عظيم كلام الله هذا مو كلام الناس ترى يعني أنت يا ولدي أنت يا بنتي لو الوالد تكلم الوالد تكلم تقاطعين أبوك تقاطعينها ما تقاطعين عيب أمش تكلمش ما تقاطعينها طيب هذا كلام الله كلام الله وأنا آكل حتى إحنا مع أبهاتنا ومهاتنا ما نتكلم حتى طريقة ما شون لا تقرؤون القرآن إلا وأنتم في حالة يعني استعدين لاستقبال كلام الله عز وجل وسماعه كلام الله سبحانه وتعالى هذا هو الرد على هذا الجواب طيب لدينا أيضا سؤال وكيف نطبق معاني القرآن الكريم طبعا تطبيق معاني القرآن هو المقصود الأول هذا هو المقصود الأول إذا طبقنا معاني القرآن خلاص تم كل شيء القرآن إذا فهمته وعرفت معاني راح تخشعين وراح تقرأين القرآن وأنت راغبة فيه بشكل كبير جدا يعني ما ودك أنك تنقطعين عن قراءة القرآن أو تنقطعين عن سماع القرآن القرآن فيه حكم فيه أسرار وفيه عجازات عجيبة أعطيكم مثال يا عيال يا بنات الآن الفاتحة الفاتحة ركن من أركان الصلاة نقلنا أركان الصلاة 14 هذه ركن طيب نحن كل يوم كم مرة نقراها بس الفروض بس الفروض سبعة عشر مرة هذا بس الفروض لو تفكرتوا بهذه الفاتحة مراح ودكم تتركونها الفاتحة تعتبر ملخص القرآن كله هل تعلمون يا عيال يا بنات القرآن ملخص القرآن كله مهما تقرأين ما تملين مهما تقرأين ما تملين لكن اللي قراها بدون تفكر بالمعاني والتدبر يقرأها وده خرص بس حتى تجد بعضهم تقول أنت قرأت فاتحة لماذا تقرأ فاتحة لماذا أصبحت عادي قرأها عادي فما يحس بلدتها الفاتحة ترى فيها فيها أشياء عجيبة جدا فيها أمور كثيرة جدا لو ركزت على الفاتحة بس بس الفاتحة وذلك كما قال عسو السلام أعظم صورة في القرآن هي صورة الفاتحة هي أعظم صورة ترى أعظم صورة في كتاب الله عز وجل وذلك العلماء عندما يفسرون صورة الفاتحة تجدون يعني يكتبون صفحات كثيرة جدا بل بعضهم ألف كتب كتب بس بالفاتحة بس فهي لا شك أنها فاتحة الكتاب والفاتحة أيضا وهذا لازم أيضا نضيفها إذا أنت اليوم يا بنتي أو أنت يا ولدي اليوم تعبان مريض راسك عورك ولا ريلك ولا كذا اقرأ على نفسك الفاتحة تدرون أن الفاتحة أقوى علاج أقوى علاج بعض الناس يسافرون برا وكذا لماذا تسافر هناك واحد محافظة الفاتحة كلكم محافظة الفاتحة اقرأ على نفسك مثلا مثلا راسك عورك حط يديك على راسك وقرأ الفاتحة أو اقرأ على واحد يريدك تقرأ عليه حط يديك وقرأ الفاتحة بس الفاتحة في راس كافي وسبحان الله الناس تغفل عن شيء سهل ويتعنون ويدفعون فلوس يمكن لكن أقول ذكر عليكم بقراءة الفاتحة بيتمعون فكيف إذا كان الإنسان يقرأ الفاتحة وما بعد الفاتحة كم من المعاني كم من الإيمانيات والروحانيات اللي شعرها الإنسان عندما يقرأ كتاب الله عز وجل طبعا نختم بعد هذه الأسئلة نختم هذه الخاتمة هناك هناك أمور أربعة أربعة أمور يجب الإنسان ينتبه لها حتى لا يقع في الخطأ أو يقع في الأثم ذكرها الإمام المواردي رحمه الله قال واحد هذا ما يسمى عند العلماء بأن الكلام شروط شروط الكلام كالتالي واحد أن يكون الكلام لشيء له فائدة إذا رأيت الكلام ما منه فائدة اسكت دائما يفكر الإنسان الكلام له شروط من شروطه أن يكون الكلام لداع يدعو إليه يعني معنى أما يكون الكلام يأتي بالخير أو يدفع الشر كما قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الشرط الثاني مشروط الكلام أن يأتي بالكلام في مكانه في موضعه يعني الكلام مثلا يناسب مثلا نتكلم في الحياء أو نتكلم مثلا في الشجاعة أو نتكلم مثلا في يعني البعد عن الفعل الذي فيه اعتداء على آخرين يكون الكلام في موضعه في مكانه ما نروح نشرق ونغرب هذه مشروط الكلام أيضا مشروط الكلام أن يقتصر على قدر الحاجة بس الكلام يحتاج إلى دقيقة نقول دقيقة يحتاج إلى خمس دقائق تنين خمس دقائق الله عز وجل يقول في القرآن لما جاءت المرأة إلى موسى عليه الصلاة والسلام كأنها يعني سبحان الله برقية تقول أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا تراخذي خمس ثواني بس كلام على قدر الحاجة الشط الرابع والأخير أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به مو أي كلام يقوله يختار الألفاظ بعض الناس لا عندهم هذا الأمر وذلك يقولون في الأدب الحقائق مرة الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان كلام عظيم خفة البيان يمكن فيه قولين لكن فيه قول خشن يعني ممكن يفهم خاطئ اذكر كلام الذي لا يوجد الخشونة ولا فيه الغموض كلام واضح سهل هذه أربع شروط من شروط الكلام وينبغي علينا أن نعرف أن هذا اللسان إما يشهد لك أو يشهد عليك اللسان هذا مع أن اللسان لا يوجد عظم لا يوجد عظم لذلك تجده يتكلم كثير للسان والسهولة في الكلام أيضا إذا كواحد يجب أن يفكر قبل أن يتكلم بسر الله عز وجل في نهاية الحلقة أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة